يا صاحب انت عارف ان انا جاي معاك في اي حاجة وعلى رأيي المثل انا دايس معاك في الهوحافي ايه اللي موضوع الاكل ده؟ مفيش خالص اقول لك على حاجة انا ببقى لسه متغدى اقو مخسل ايدي اجوع وسانيا خلي عندك دب انا لسه عرز جديد ومحتاج للغزة والسوائل بقولكو ايه؟ سوموا انتو اندام انا قوت وانا انا انا بعد القوت انا قد انا برا الستاد خالص ايه؟ ما تلعب انت المرة دي لوحدك يا مازو كده وتسترجل بطالة فاتي بقى هاخس انا لوحدة ازاي خمسة وعشرين كيلو وبعدين بصراحة بقى انتو التلاتة اكتر ناس لازم تلعبو قصدك ايه يا مازو؟ قصد ان انتو التلاتة اتخم من بعض وانا ساكت من الصبح ومش عايز احرككو وبالذات كريم كريم لازم يخس طيب كريم ده هيخس ازاي؟ ده لو وقف بالجنب مش هيتشاف خلاص خلاص يا مازو انا انا هشارك معك انا مش هاكل حبيبي يا سعدون لا حتى العصر هو انا بمرنك عالصوم اه البيتزا جات جايلك يا طهراء اقعودي بقى يا شايماء كريم لا 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 شايماء انت حر عاملة اللي انت عدتك بس خليكي فكرة البيتزا اللي انت عدتك لها دي هتأثر على مصير الفريق كله ماما البيتزا جات البيتزا عاملة ايه كريمة سوحنة مولعة وفيها ثمن قطع وكبنا عاملة ايدي الوناد ومين ها وين عليها الوناد سايحة من الجناب يا ابنتي اختيها معلش معلش ماما اقول له ايه اقول له ايه اقول له ايه اقول له عيانا طعبانا اوه مش حتقدر تاكل جوب بوي بس تماما كده لو سرصار دخل البيت حيموت من الجوع طب الوادي الصغير ده زنبو ايه امازو بس نفضل قفل اللبقه كده مش انتي يا شايماء اللي مرضتيش عامله تكميم معده تكميم ايه امازو هو عنده معده اصلا سيبك منه وخليك معاي انا بص دلوقتي احنا ثلاثة انا وانت وكوكي وسعدون وتهاني نبقى ثلاثة رب تدينا دمعت الدهوة صحيح عشان ننزل الخمسة وعشرين كículo نضرب خمسة وعشرين في الجنل مش إفا يا حبيبتي معذو عدا احنا.. خلاص.. انا مزي زمانة كلها كلها رفع عليك يا ساعة انا عجبني الطاقة اللي انت فيها احنا لسه.. ايه.. 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 في فيا صفوسة ببقى ولا ايه ايه ده يا سعدون؟ اه.. ده دم.. دم بقى يتعور بقى يتعور هو انت بقك لما بيتعور بيخر الشوكولاتة بالبندق؟ ايه وماما عائل بتشوكولاتة ومما جات رماتها ترتاشك جات في بقى انت غدار يا سعدون لا لا.. اغس هر عائل شوف انت وسيم كفتة كفتة انت عقوى من الكفتة طعمة كان لعلموكو يا جماعة 90% من محاولات الضيط على مستوى العالم بتفشل عارفين ليه؟ عشان اتجوها كافر لا يا شيماق مش كده أقول لكم حاجة علمياً انت ممكن تقعد 17 يوم لا تاكل ولا تشرب ومش هتجوها أكيد مش هتجوها كان ساعتها هتكون ميت أكيد لا يا سعدو طب بص كتاب فن الجوع بيقولك ايه؟ ايه؟ بيقولك مشكلة الرجيم هي مشكلة نفسية من الدرجة الأولى ولابد من مواجهاتها نفسياً لابد من استبدال الأجباع المادي بالأجباع المعناوي ساعتها هننجح وممكن ما ناكلش تاني طول عمرنا ما انا بقولك هنكون موتنا التاليش بسداني؟ لا لا طب بص رأيي الطب النفسي بيقولك ايه؟ ايه؟ ان الأكل هو نوع من أنواع التعويض النفسي عن الإحباط وأن تحقيق الذات بيتطلب أن الإنسان يسمو فوق رغباته حولها لكو تاني الإنسان يسمو فوق رغباته الأساسية يعني كل واحد من ما رحوا فين؟ يونها رسوة كفتة صيفياً؟ يا هوكن يا هوكن إسيبوك وهتاً إنت بترفع عليه السلام ما أضع؟ سيبا البندقه يا ما أصيب ومستعد إنتذا القل الي حدي فيكJack wetachten لو هيتصارني التحدي صبعه 8 لا نزل بيقول pawed مقرم عليك الى احد موتنا اصباح واحد عشان نعرف نواصل انا انا اكتر ما ينقل بها بس انا مش ضعيف مقرشوا بها مقردني يا مواصل مقردني بس ايه حشل بندقية كفتة وزيتها بحت التحينة وزن فاري ببغي مقرشوا بها مقرشوا بها مقرشوا 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 اله ها تأخرت كده ايه؟ بالعكس انت جايا فوقتها قوى لا اخذ لا اصب ايه؟ مطيعش لم تكاشى ايه هدوا يا جامعة وصلوا ع النبي الى الصلاة والسلام الله العظيم يا رب بابا اشمو انا بموت انا بكراه كلكم ولا بش عائز اسمع صوتك مش كفاء ممكن لعمله فينا مش عايز اسمع صوت كلب فينكم جراء يا جميل فيها تحطها عليك بعال الواتس انا انت مش عايز اسمع صوت ايا جميل في ايه انا مش قادرة جميل انا هاشرب مش قادرة مش قادرة احنا اسمك مكلون وسعيب ايه ده ايه ده حضراتك احنا جروب مع بعدينا مايصحش ان انت تدخلي كده وتاخدي دورنا الله ينقر عليك الحاج شوكار احنا جروب وانتو جروب والجروب تدخل الاول يبقى يخدش الاول بس بجد برافون انت خدت الخطوة وجاية تخصيصي اعتبي امر ان شاء الله ايه ده واحنا معنا يا ماما خلصنا خلصنا عسل والسكر والستزراف مش عايز تقول حاجة حاجة لا بنتي ما انا بقول بس في سبي معاكو الدكتورة نادين خالد اخصاء التخصيص وعلاج السمنة ايه جماعة في ايه ما تخفوش في ايه ده انا بتمطع معلش يا دكتورة فهمينا بالراحة انت علاج السمنة ولا علاج بالسمنة اه انت هين يا حبيب استشارة تباية مش طالبة هيا ايه المشكلة مشكلة حضرك ان احنا كجروب يعني عايزين نخصة خوالي خامسة وعشرين كيلو في ثلاتين ساعة فزقت هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها اناة ايه lleاني تاني من الوقات شو ان مارلي فادت الاح خامسة وعشرين كيلو في ثلاتين ساعه كنت انا عملتها والله عندها حق كان الدكتور نفع نفسه الك اللي نبي عبده هاد لي جيل كين الفخ فخينا عندي يلا واضح يا جماعة ان انتو اخديني الموضوع على صدركو ومصدقينه قوي لذلك انا هساعدكو بس خلي بالكو الموضوع ده هيكلفه جمد قوي يا دكتور دول خمسة وسبعين الف اني بتعمل ليه واسين بدي كده كتير حبيبي لا هاخد زيهم بعد البراءة اه قاضي بعد التخسيس ولو عايزة زيهم قابل البراءة كمان مفيش مشكلة هادات مع فينا واسين بيه يا بيه يا بيه يا بيه ما تقوله حاجة يا حاج لا ما انا بقول بس في سري ايه ده انا مش سماعة يا عم انا اخد ميه وخمسين الف بس اهيه ما تمعتش اهيه طنطي واضح من التقارير اللي قدامي عشان تخسوا لازم تعملوا العملية وخصوصا اقرم السريتي واسيم السريتي اللي هو انا مخمضة هو الدب دوب ده والدب دوب ابوه شفت شغلتاك اللعبة دي مو تعمل ده علي انا وانت انا بقرأكو بقرأ الدكتور حبيبي قيب كده ايه ده فيه ايه ده انا عايزك تخسه عشان الدون بغلط عالقلب وعالرقة بوشك اللي شبه القطايف ده بس لو سمحت يا دكتورة انا مش هينفع خالص اعمل عمليات دلوقتي انا لسه عروسة وفي شهر العسر عروسة ايه حاجة انتي فهمت ايه دي عملية تكميم معدة متقول لها حاجة حاجة لا بنتي ما انا فاهم انه تكميم بس في سري برضو مش عارف اعمل ايه فيه انا يا اسك الحكيمة انا ما ينفعش اعمل العملية ديت اصا انا عندي الزايدة زايدة وانا عندي الفخدة فخدة مش عايز اعمل عملية انا هتعملها حضرتك يا دكتورة لو كلنا عمالنا العمليات مين هيهتمي بينا ويرعينا يا حبو؟ مين العصفورة؟ دي المادام عندي والمصحف؟ ايه المشكلة؟ مين هيهتمي بينا ويرعينا؟ انا انا اللي مجبعها ايه انا تأل اغناء جماعة تاني اه كفاية انا كفاية يا ماظو؟ انا كده هخص عضلات تخصي عضلات تخصي لحمة مفرومة المهم تخصي صباع الكفت اللي انتي طفحتيه ده فيه 280 كالوري هتحرقيهم يعني هتحرقيهم بس لو المصحف ما طفحت حاجة انا شميت بس الشامة دي الواحدة فيها 60 كالوري هتحرقيها برضو انت بتعمل يا اسعد وما بتتمرهنش الليه لا انا بتمرن تمرين ذهني مجمع وغطرة بعد ازلك يا كابتن مزق وهو فضل لي كاما عداد انت بالذات مش بالعداد انا حجزلك بالوقت فضلك 4 ساعات و 37 دقيقة ايه انت بتعمل ايه يا عروسة؟ بعمل بط بطن اكتر من دي؟ مش مكافياكي كل دي؟ ايه قلة القذب دي بطلي الشباب وفغمي عين غمي عينك عاش يا كيمو اعملوا حسابكو احنا هنطلع من هنا على معسكر خساسان اه ومش هنرجع منه غير واحنا خسين الخمسة وعشرين كيلو وكسبانين التحدي حسب الله ونعملوا كيفيك يا ناظر اه كهربني يا مصر بصوا بقى عشان انا ما بحبش احرق دهون كتير كفاية الضايت اللي انا عاملاه كل واحدة يتنايل ياخد الضايت اللي انا بعملهلهله ويمشى عليه امين ولا مش امين؟ امين امين ولا مش امين؟ امين امين تعالي يا اكرم هنا بص يا حبيبي كلهم بإذن الله يعملوا ضايت معادة انت انا مش اعمل ضايت انت مش هتكن اصلا احسن عشان تبتلوك معايا روح يا حبيبت ورخوكي روح يا حبيبت كراميلا 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 ليه يا شيخ كسرت علي بالوقت؟ استاذ جميل انا هتتابع معاك اسلوب الصيام المتقطع ماذا؟ الصيام المتقطع الصيام المتقطع؟ وده معناه ان شاء الله اسوم التنو وخميس ولا يوم ويوم؟ لا يعني هتصحر دلوقتي وتفتر كمان ست ساعات وكمان نص ساعة تصحر وتفتر كمان ست ساعات وكمان نص ساعة تصحر وتفتر كمان ست ساعات وكمان نص ساعة تصحر وتفتر كمان ست ساعات الله عليك يا دكترة حلو ده وهتصحرينها إن شاء الله مية ها؟ مية مية إيه؟ وأنا عندي جفاف ماشي مية مية إيه كلامة الفرق دو؟ أيوة مية ماشي خلاص ما هي حاجة بين الريق برضو وهتفطرينها إن شاء الله مية برضو والواجبات اللي بين الفطار والسحور هتبقى مية وهنحط على المية شطة عشان يزيد معدل الحر لا شطة لا أقول لك يا جميل أنا ممكن أكل شطة بس من جير مية أنا عبوت من جوع الله يخرب بيتك يا مستر واسين قلتلي الدكتورة دي شطرة هتلعب شطة ولا ارجع مكانك ومش عايزة كلام كتير مات أتراعي يا سيعة قاعد أخاطر أخاطر إسراء مدبولي أيوة عصفورة العيادة كنارية الدنيا أيوة يا فندم حضرتك هتاكلي خصوية خصوية في اليوم؟ يا فندم أنا بجوع بفرها دور يا أستاذ يا أستاذ لا 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 أنا هقولك أنا هقولك أهو هتاكلي خصوية كل ثمان دقائق كل ثمان دقائق؟ هتبقى حراكتي بطية زي الصحيفة هياك رجع مكانك عشان مقفش عليك تفضلي تفضلي كانت حلوة الحجة شوي كر أه أيوة يا بنتي موجودة أه على مهلك على مهلك عربت على مهلك لا 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 لو سمع بيتي بيتي أنا بس أنت عارك يا عشي لو سمع يا جلبانا مش دي ما جايبك يا مهلك لو سمع على مهلك نعناع الجنينة على مهلك عربت يا أيوة أيوة يا دكتورة مش أنت العروسة اللي كنتي وقفة من شوية أه أيوة حضرتك وعشان كده أنا مقدرش أعمل ضايت أمبارح كان الفرح وتعبنا أنا وبسيوني وبازلنا مجهود فزيع مجهود فزيع إيه؟ نسمع أنكم بتشخروا طول الليلة يا شوكار ها 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 كنت بتشخر يا حج لا ما كانش شخير ده تمويه تمويه مش مرضية يا حبيبتي مرضية يا حبيبي جدا طيب عموماً يا حج أنت والحجة مراعطاً لسنكو لظروفكو أنا هعمل أسهل ضايت في العيادة عندي ألا وهو الحركة يعني هتمشوا وهتجروا كل حاجة هتعملوا في حاجكم بالحركة حتى وإنتوا نايمين هتتحركوا طبعاً ما هو طبيعي وإحنا نايمين بنتحرك يعني طبعاً مش البناء ده ما هو نايم بيتقلب ما هو ده أكشن في حد ذاته بقول لك يا حج ضايت الحركة بدأ من دلوقتي ولا تحبها همو عمل لك حركة تتحرك بيها لا لا خلاص نص كده حلو كشاف على الواش يلا حركة كده أيوة كده يلا يا حبيبتي يلا على أقل من مهلك على أقل من مهلك على أقل من مهلك حاضر أستاذ وسيم إجمد 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 يلا يلا أستاذ وسيم أحب أبلغك وقولك إن جهازك المناعي رافض رافض تام إن الدهون اللي جوادي دهون شايفها مش دهون حبها المفروض إن هم يبقوا عداء لذلك إحنا هندخلوا دهون جديدة يعني إيه؟ أنا مش شايمة يعني هنعمل إيه دلوقتي هنعمل إيه؟ هنعمل كل حاجة أمر في الدنيا هتاكل بسبوسة هتاكل قطايف هتاكل كنافة هتاكل نشويات بالعبيد أنا أيوة بس بس ما عدا السمك والفرح واللح ضد الضايت ضد الطبيعة كلها ما عدا الخضار والبروكلي إيه وعى البروكلي؟ البروكلي؟ بس ما عدا السلسة والورد عشان ده بيتأخر من غير السلسة إزاي؟ أحط عليه إيه؟ لا أحط عليه بطاطس أحط عليه فاسوليا أحط عليه بسبوسة أحط عليه عصر مانجا أحط عليه كوزبرة أي عاكة يا ابني كوزبرة مش معنى يعني هو يأكل كل دوت وأنا أكل جاتة أنا ما عليك يا أولاد الكلب أهو قصر سيامه هاي سحر من أول وجديد